الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بحول الله تعالى وقوته في هذه الحلقة وفي هذه العجالة السريعة نحب أن نبين للناس ضل من الذين أضلوا الشعب السوداني إلا من رحم الله وهذا البيان استنادا على قول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين هذا الرجل الضال ألا وهو شيخ الزريبة المدعو عبد الرحيم وقيع الله البره وهذا الرجل عند كثير من الشعب السوداني ولي من أولياء الله الصالحين زورا وبهتانا لكن نحن نبين من كلامه من خلال ما كتب هو في الكتب ومن خلال ما سطرت يداه وهذه الكتب بحول الله تعالى وقوته سيعني نبين من خلالها ضلال هذا الرجل ولا يلبس أحد من الناس على الناس بحديث موضوع لا أساس له من الصحة يقول لك عندنا في الشعب السوداني يقول لك اذكروا محاسنا موتاكم أول حاجة هذا الحديث من حيث الإسناد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما في إنسان يقدر يجيب إسناد صحيح لهذا الحديث أولا ثانيا السنة الصحيحة دلت على بطلان هذا الحديث لأنه عندك في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله من رواية أنس وغيري من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس بين أصحابه فمرت بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت ثم مرت بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض الإسان إذا نظر إلى هذا الحديث بعقل وتدبر يجد إن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في هذه الجنازة أي في صاحب الجنازة وذكروه بالشر وما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وما لامهم ولو كان حديث أذكروا محاسن موتاكم صحيح أكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تتكلموا في هذه الجنازة بالشر أذكروا محاسن موتاكم لكن لما لم يقل كذلك دل الحديث على أن الميت إذا كان له الشر ما في أي إشكال ولا في مانع شرعا إنه يذكر بهذا الشر ولو كان ميتا ده أمر مهم جدا يخفى على كثير من المسلمين إما تهاونا وإما جهلا وإما عاطفة غير مرشدة وغير مضبوطة بالشر طيب عشان ما نطول على الناس نأخذ مثال مثلا من خلال ما كتب البرعي من كتبه ما منا نحن إن شاء ما واحد يقول لك اتكلمت فيه وزود ذا نبسته لا ما نبزناه وبرعه كتب الكتب ذي حقته أنا أتضيق على سبيل المثال هذا الكتاب كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة تأليف عبد الرحيم محمد وقع الله البرعي وده دي صورته من جوة صورة البرعي ديها وده الكتاب من بره دار ومكتبة الهلال بيروت بيت الثقافة الخرطوم وهذا الكتاب فيه رغمي داع والطبعة اللولة سنة 1994 وفي طبعات متجددة لهذا الكتاب وهذا الكتاب موجود حتى في الدارة السودانية للكتب لمن أراد أن يزيد في الاطلاع ويتأكد أكثر من كلامنا هذا طيب ناخد مثال على الباطل الذي نشره هذا الرجل مثلا الصفحة مثلا ناخد مثال بسيط جدا 67 الصفحة 67 نشوف البرعي قال عنده قصيدة اسمه أذكر إلهك رب العرش وطبعا هذا الرجل اشتهر بكتابة الشعر كلام ده أي ذول بعرفه بالذات الناس في السودان هنا عندنا بعرفوا أن الرجل مشهور بكتابة الشعر ويسطر في هذه الأبيات ما يعتقد هو عقيدته بنزل في الأشعار بتاعته كما قيل كل إناء بما فيه ينضع طيب قال لا أذكر إلهك رب العرش قال لا وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاصي بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع ناشئ منها على الراسي قال لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون فيا ويح الشجي الحاسي غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكارراسي قال الحسين على معبودكم قدمي الحسين هذا هو الحسين بن منصور الحلاج الذي اتفق العلماء على زندغة هذا الرجل وعلى كفره الحلاج وقتل مرتدا كما ذكر العلماء منهم العلامة ابن كثير في كتابه القيم البداية والنهاية هذا كتاب يعني من كتب التاريخ المعتمد عند المسلمين نقل إجماع العلماء على تكفير هذا الرجل وردة هذا الحلاج الصوفي القديم المرعي هنا قال قال الحسين هذا الحلاج على معبودكم قدمي وضعته قال أنا واضع قدمي على معبودكم على معبودكم يخوانا المعبود هو الله عز وجل الحسين قال أنا وضعت قدمي على معبودكم بدل ما يلوم البرعي ويعاتبه وينكر عليه قال فيا له من عارف كاسي ده المرعي قال يا له من عارف كاسي وقائل خط بحرا ساخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس وده أبو يزيد البستامي صوفي قديم برضو قال خط بحرا قال أنا خط لي بحر الأنبياء قال وقفوا بساحله يقصد يعني بحر من العلوم وبحر من الأفهام قال الأنبياء وقفوا بساحل هذا البحر الذي خطه أنا وده فيه طعن إلى الأنبياء وفيه إساءة للرسل والعياذ بالله ومن قبل ذلك إساءة إلى الله عز وجل كيف يقول على معبودكم قدمي وضعته وكيف يكون خاط بحر الأنبياء ويقفى بالساحل يعني الله عز وجل اصطفى من الناس رسلا يجد يقول لا أنا خط بحر من العلم الأنبياء وقفوا بساحل هذا الكلام من الكفر الصراح ومن الزندق والدجل الذي نقله البرعي وهو يقر هذا الكلام وإلا لو ما بيقر كان حيقول الكلام ده باطل لما أنكر أقراه البرعي والعياذ بالله طيب نأخذ مثال تاني من أمثلة هذا الرجل الذي يعني كتب في هذه القصائد صفحة 111 صفحة 111 وإنت من خلال هذه الكتب يتضح لك هذا زول ده فعلا ولي من أولياء الله الصالحين ولا هو ولي للشيطان خلينا نحن أحكم أنت براك من خلال هذه الكتب براك تحكم طيب قال القصيدة يسمى الشيخ أحمد الطيب بن البشر ده ما تفون بيجاي كذا غربهم درمان الشيخ أحمد الطيب بن البشر قال القصيدة قال تبناه خير المرسلين بحضرة وقال إبراهيم أبي له أب قال وقد تفل المختار فيه تفلة فنال بها علما عن الغير يحجبه المختار النفس أسلم قال تفل في خشم أحمد الطيب بن البشر تفل له في خشم اللي قالوا وين الله أعلم وين لما في أحمد الطيب شاني تفلوا في خشمه الله أعلم ده سؤال موجه لكل تابع للبرع في البلد دي وفي غير البلد دي يورون وين النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحمد الطيب بن البشر شاني تفلوا في خشمه وين لقاوا تكله من الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال ولم ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلبه قال أحمد الطيب بن البشير يحيي الأموات ومعروف يا أخوانا إن إحياء الموتى من صفات الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت الله عز وجل وهو على كل شيء قدير ما في بشر يستطيع يحيي الأموات أما الأدلة الواهية التي يستندون عليها في فهمهم في فهمهم يجيبوا نصوص من القرآن النصوص صحيحة من كتاب الله عز وجل وهي نصوص حق لكن المشكلة في الفهم قاله عيسى بن مريم كان يحيي الأموات وكذلك الشيخ ممكن يحيي الموتى أول حاجة هذا قياس مع الفارق كيف تقيس الشيخ أحمد الطيب بن البشير بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي استفاه الله عز وجل كيف تقيس لك رجل ما معروف ذاته ألوى صالح ألوى ما صالح تقيس بأنبي من الأنبياء بعدين ثانيا عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله وين الإذن بتاع أحمد الطيب بن البشير لو عندكم ليه إذن بعد ذلك نحن نقول أيوة يحيي الموتى بإذن الله لأنه وصلنا الشغلة لو فكت أي ذوال بيسوي الدائره يقول لك بإذن الله أنا بيحيي الموتى بإذن الله بطير في الجو بإذن الله بخشتها الموية وبطلع بإذن الله بديك بنية بإذن الله أي ذوال بيسوي الدائر يسوي يبقى الشغلة بيقى تفوضى الشغلة تبقى فوضى بعد كده لكن هذا عيسى عليه السلام إذنه موجود في القرآن وأحيي الموتى بإذن الله موجود في القرآن لو الإذن بتاع الشيخ أحمد الطيب موجود في القرآن وينه لو موجود في السنة وينه ما موجود لكن هذا من الدجل وده كلام باطل الناس ما تتعصب للأشخاص ساكد يقول لك لا ونبسته لا ما نبسته لكن كلامه باطل ما في شيخ بيحيي الموتى وقال بيقلب البت ولد كإحيائي الميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب بعدما أتت أتت من وين جاء الله عز وجل لأنه ربنا هو الذي يهب الإناث وهو الذي يهب الذكور بعدما الله يجيب بيت قال لك شيخ يقلب ولد والله ده كل من الباطل وهذا من الكذب والافتراع على الله تبارك وتعالى قلبه كيف يا أخي قلبه ولد هذا تعدي على خلق الله عز وجل والعياذ بالله ده كل من الباطل الذي نشره هذا الرجل عبد الرحيم البورعي بتاع السودان بتاع الزريبة تعلوا بيض اللي بيعتقدوا الناس فيه إنه زول ولي صالح وإنه عمل وإنه سوى وإنه عمل الزوز نشر باطل موجودة في الكتب بتاعته الباطل النشره كلامه كله موجود في الكتب في الكتب وفي القصائد بتاعته طيب الأمثلة كثيرة جدا وده كتاب واحد بس من معلفاته عنده معلفات كثيرة عنده كتاب ليك سلام مني عنده كتاب كتاب علامة طريق ودواوين كثيرة عنده ديوان اسمه الشايب عنده ديوان اسمه أهل الطريق دواوين كثيرة موجودة في السوق كلها استملت على الباطل الصراح طيب شو ما نطول على الناس أنا بفتكر إنه الكتاب ده براه ويكفي وإن كان الكتب كثيرة يكفي في بيان باطل هذا الرجل عبد الرحيم البورعي جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان